مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل عبرة لزوء الاعتبار وفق من شاع من اباده إلى الوقوف على بابه ومعظمة ذكره رجاء صوابه وخوفا من إقابه نحمده على ما فتح لنا من أبوات الخيرات ونشكره على ما منع علينا من قلوب هذه الأيام المباركات والليالي الخيرات النيرات التي ينال الكتب فيها من شمل هزاره للإبادات والطارات لا نقصي سناله بل هو كما عصنا على نفسه ونشبه لا إله إلا الله وعده لا شريك له القدي عن جميع الخلق والكائنات الذي انتقر إليه جميع المخلوقات ونشهد عم سيدنا ونبينا وولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي هو خير من شمر وقام وعقب على باب الرجل بالإبادات والصرحات أفضل الخلق في جميع المجالات فصلى الله وسلم وبرك على هذا الرسول المهبور والسدد الذي رؤيته أفضل مرغوب وأعز مقرر وعلى آله وسابه ومن اقتطى عصرا واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بل فيا إباد الله هذا جهر رمضان الذي كتب عليكم سياهه وأوذب عليكم تعظيمه وانترامه وأجزل الصواب لمن أحصى ليلة وطامة قال عزم الله يا أيها الذين عملوا كتب عليكم السياه كما كتب على الذين من قبلكم لأنهم جددون وما عمل بطاعة الله سراده وتعالى وقال اقصروا من عتاب الله ما يفعل الله بأرضابكم إن شكرتم وآمنتم وفيه عشارة إلى أن الصوم أول على التطاع وعن به يرغس النفس أما جرى ورواعه ورواعه ورأي لك ربي الله عنه أنه قال من سام روضانا إيمانا واعتصارا وفي رضا ما تأكل من زنبه روام الشيخان ورواعه ورسول الله استسلم عنه قال من طاعة رمضانا إيمانا واعتصارا وفي رواعه ما تخدم من زنبه وما تأكل رواعه الشيخان ورواعه المخاري ومسلم والترمزي والتقذ من حديث أبي بريرة أو التقذ له أي من ترمزي من حديث أبي بريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان قتحت أبواب الجنة وقلكت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومناديا ينادي في كل ليلة يا طالب الخير أهد ويا طالب الشر أمسك ورابن العجة أن أبي مريرا رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حادث في ترك طعامه وشغابه أيها الناس أيها الناس أجل أظل لكم شهر المعبادات شهر المؤنات شهر الإنفاقات شهر الطاعات شهر القرآن فعلينا أن نشمع ونجد إلى قاية التجهد ونقصر فيه من الكرم من قرآن والتدبر فيه قاية التدبر والإمتعار بمواعزه والإثمار بأوابره والإمتعار عن جميع ما نهاء وقد كان الشابين رحمه الله يختم في رمضان ستين ختم هذا العظام رضي الله عنه تعبوا قليلاً واستعابوا كسيراً وتبوغوا من رياض الرضا مقلاً والباعث المسكد من لم يذك إلى رحابهم سبيلاً والمرضون من رضياً بهذه من آجل بديلاً والنجدين بقاية الإجتهاد أن نكون بصومنا لا جدين إلى الله آعمين إليه نرى تفسيرنا في جميع أحوالنا ونرجو أن أمكسنا بالملاء ونرجو أن أمكسنا بالملاء ولا يكون حمنا المفعيمة التي نبطل عليها والتي نتسهر بها بل نتفكر وقتل الإبطار هل سمنا الصوى الحقيقي أم أننا فردنا الطعام والشرارة قد وأن نتفكر ورد الصفور هل يتقل الله منا هذا الصوى الذي نريد أن نسوه وهل يستطيع لنا دعواتنا وشاملوا يا إبادة الله وصوموا بقلوبكم عن الجوالان في الأضافين والأضافين وقل ذلك بما لا من قعد فيه للأرض وليكن صومنا رجوعاً حقيقياً إلى ربنا الصمد وإمساكاً لكل ما سباعه وقال الله بالفضل إن الله كان بكل شيء أليم وصلوا وسلم على سيدي رسول الله وعلا να نزللللللللللللللللللل اشتركوا في القناة 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 سيادة من انا انا لا يتواجش لا يقوم بالتكرم يقول لا يقدر لك ما نقوم بفك أكبر وديه ique اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 شكرا